اشتركوا في القناة بإنجيل يوحنى وقتل بإنة والكلمة صار جسدا وسكنا بيننا فرأينا مجده مجد وحيد من الآب ملقه النعمة والحق أحبائي أعظم وحي أكبر حقيقة بدت تغلي في حياتنا الإنسانية أكبر حدث بده يحيكي قلبنا وعقلنا وكل كييننا الإنساني هو حدث يسوع المسيح هو حدث تجسده اللي فيه عم بيحكينا عن سر حبه عن قصة حبه لقلنا حبه اللي دايما بيجي تواعينا بقلب غفوة خطيانا حبه اللي بيغمر روحنا وبيقلنا قديش نحنا سرنا غاليين بعيونه غاليين لدرجة أنه ترك عظمة السماء ترك عظمة النشيد الملائكية ترك كل مجده السماوي ونزل تيشاطرنا ويشارك لنا حالتنا الإنسانية أحباقي يسوع بغارة بيت لحم شو اختبر معنا أو شو اختبر لأجلنا كرمالنا مطرحنا اختبر الفقر اختبر الظلمي أحباقي اختبر العوز مع أمه وبي عايشين بحالة فقر كله ما كان عندهم موضع موضع يقول إله تسكرت كل البواب بوجه هيدا الكلمة الإلهي اللي إجا لعالمنا لقلب كل إنسان عم بدق عقلب عباب قلب كل إنسان كل البواب تسكرت بوجه أحباقي وما استقبلته إلا مغارة فاضية فاضية من الناس ولكن فيها بهايم فيها طور وفيها عنزة طيق أمنوا له الدفق للطفل الإلهي أحباقي كانت البواب عم تتسكر كلها وأقول لكون أحباقي اللي بيوجع مش إنه كل قلوبنا كانت عم تتسكر بوجه الطفل الإلهي خلينا للحظة نعترف أحباقي ونقول مبلا مبلا بخطيتنا كلنا كبشر سكرنا قلبنا على مجيء الله على حضوره على حبه على عينيته ولكن أحباقي ما هوني خلصت القصة لأنه حبه ما بيخلص لأنه حبه دايما بيتجدد قويته واستقبلته مغارة فارغة من الناس ما فيه ناس ولكن فيه بهائم مشان هيك النبي أشعي بقول الحمار عرف معلفه والطور حارسه البهائم عرفه شلي برجاله أما إسرائيل وكلنا إسرائيل أحباقي كلنا إسرائيل لم يعرف فديه ومخلصه لم يعرف إلهه أحباقي الخلايق بتمجد هو الإنسان وبقوله أنا ما بحب إلا الإنسان تصوروا هالحب الإله أحباقي أكيد بحب الخلايق كله ولكن على رأس الإنسان هيدا الإنسان اللي صلبه واللي فقره واللي سلبه ومجده الله بحبه لهالإنسان المتمرد الخاطئ الشرير يوم بالميلاد أحباقي إذا الله بحبنا هالأد ونحن مثل ما بقول مربول وقتا كنا ميتين بخطيانا أحيانا المسيح عندما كنا أموات في الخطيئة أحيانا خلينا نعرف أنه طريق الحياة لقلنا أحباقي زوادة هي طريق التوبة هي طريق الرجعة ليسوع المسيح نسلك طريق مغارة بيت لحم رسم لنا إيها بكل البواب المسكرة باب المغارة دايما مفتوح تيستقبل كل الناس لأنه خلاص يسوع المسيح أحباقي لكل إنسان عوج الأرض فما نتردد نجل عنده ونطلب الغفران ونسلك حياة جديدة بتجدد الكلمة الإلهية اللي هي بقلوبنا و الله معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر